موسيقى السلام عليكم و أصدى الله و وقاتكم بكل خير و أحييكم و أدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج وضعات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والصحفي حارث الأزدي موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الأدب الإسلامي في الأراق قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى رفض أعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين فرض ضريبة للمبيعات بنسبة 10% على الكتب باعتبارها حربا على العلم والمعرفة جاء ذلك ضمن وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالإلغاء الفوري للضريبة على كل المطبوعات وتجميد تنفيذ القرار لحين إعادة الدراسة بلقاءات مع الوزراء المعني تنطلق الخميس المقبل الثامن من شهر شباط الجاري في مدينة الدار البيضاء الدورة الرابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب وستشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 700 دار نشر قادمة من أكثر من 45 بلداً وأكثر من 300 كاتب عربي وأجنبي في برنامج المعرض كما تحل مصر كضيف شرف هذا العام تستمر أعمال النسخة الرابعة والأربعين من معرض البحرين للفنون التشكيلية المهرجان الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 يستحضر أعمالاً فنية قدمها 53 فناناً تعالج مواضيع متعددة باستخدام وسائل وتقنيات مختلفة اختتمت بمدينة الاكتار التونسية فعالية الملتقى الأول للفنون والإبداع الملتقى شهد مشاركة 28 فناناً من 9 دول عربية وتركيا بالإضافة إلى 140 فناناً تونسياً وتضمن برنامجه محاضرات علمية ومعرضاً للفنون التشكيلية وثلاث ورش فنية في التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والشعبية كملتقى خاص بالشعراء يعتني بهم ويحتفي بجديدهم وقديمهم افتتحا في مقار رابطة الأدباء الكويتيين بيت الشعر الكويتي الذي سيكون بمنزلة مظلة تجمع شعراء الفصيح من الكويت والدول العربية وتضمن حفل الافتتاح أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء الكويتيين والعرب في الكويت أيضاً أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن إقامة الدورة السادسة للمهرجان العربي لمسرح الطفل في السادس عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نيسان المقبل وقد فتح المجلس وأبواب المشاركة للفرق المسرحية من داخل الكويت وخارجها على أن تنتهي مهلة تقديم العروض المرشحة في الخامس عشر من شهر شباط الجاري كما أعلنت ندوة الثقافة والعلوم الإماراتية عن فتح باب المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة العويس للإبداع بأقسامها الأربع شخصية العام الثقافية والجائزة الثقافية الخاصة والمسابقات العامة ومسابقات الشباب وسيكون الأول من شهر آذار المقبل آخر موعد لاستلام المشاركات أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والصحفي حارث الأزدي موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأدب الإسلامي في العراق مرحبا بك سيد حارث ريفا على فضاءات حياكم الله سيد محمد مرحبا بكم حياك الله موضوع حلقتنا كما قلت أنا في التقديم الأدب الإسلامي في العراق قبل أن نتحدث عن الأدب الإسلامي في العراق أريد أن نأخذ تصور واضح عن الأدب الإسلامي بشكل عام إذا قلنا دارنا أن نصنف أو نعرف الأدب الإسلامي ماذا نقول الأدب هو المنتج الفني سواء كان شعرا أو نثرا النثر ينقسم إلى مسرح إلى خواطر إلى رواية كل هذا يسمى أدب إذا خصصنا بالوصف أنه إسلامي بمعنى أن الإسلامي تخصص من منطلق أو غاية بين المنطلق والغاية ولذلك تجد أن أكثر الأفكار وأكثر العقائد يكون لها أدب خاص بها فليس استثناء أن يكون للإسلام أو لهذا الدين أدب معني به أدب يطلع بنقل هذا التصور كدعوة أو كرد على الخصوم الأدب الإسلامي هو التصور المنتج الأدبي المعني بالتصور الإسلامي منطلقا وغاية بمعنى الأدب المنضبط بضوابط الشرع وينقل الأديب المسلم تصوره عن الخالق عن الحياة مآلات الحياة كل هذا ينقلها من خلال شعره ويتميز بعدة ميزات هذا الأدب الإسلامي بحيث أن تجد أنه يفارق أو يتمايز عن غيره من الأدب يعني إذا نتحدث عن النشأة هذا الأدب متى يعني كيف نشأه ومتى صنف هذا الأدب على أنه أدب إسلامي هل هناك مرحلة تاريخية يعني استخدم هذا المصطلح فيها يعني تحدثت حضرتك عن الغايات وعن توصيف وتعريف الأدب أريد أن أتحدث عن النشأة كيف ومتى صنف هذا الأدب أو استخدم هذا المصطلح مصطلح الأدب الإسلامي هو حقيقة الأدب الإسلامي في أصل وضع عند انطلاقة الإسلام يكون هناك أدب إسلامي وشعر عصر صدر الإسلام معني بهذا الأمر لكن كمصطلح أخذ في المدارس الأدبية أخذ أسباب وجوده انطلقت في منتصف القرن العشرين حين انتخب أبو الحسن علي الحسن الندوي عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق فقدم بحثا هناك بذرة فيه البذرة الأولى لانطلاق مصطلح الأدب الإسلامي ومن هناك بدأت البحوث بدأ الأدباء الذين يكون منهجهم إسلامي يبحثون في هذا الميدان أول من كتب عن الأدب الإسلامي هو محمد قطب في إشارة من أخيه سيد قطب صاحب التفسير المعروف في ظلال القرآن أوصى له أو أشار عليه أن يكتب في التنظير لهذا الأدب الإسلامي فكتب كتاب سيد قطب لأنه أديب ومعني بهذا الأمر أشار على محمد قطب أن يكتب لأن محمد قطب كتاباته فكرية وتنظيرية أكثر من غيره فأشار عليه أن يكتب هذا الكتاب فكتب في الفن الإسلامي يعني هذا في مرحلة بعد ما طرح أبو الحسن ندوي نعم بعد مرحلة عشر سنوات نعم وسيأتي تباعا في سنة 63 كتب الدكتور نجيب القيلاني وهو رواي إسلامي معروف له روايات كبيرة وكثيرة ويعرفها الشباب كتب في الإسلامية والمذاهب الأدبية هذا يعني أن منذ انطلاقة هذا المصطلح كتأسيس منذ أطلقها أبو الحسن علي الحسن الندوي وصولا إلى 63 يعني ما يقارب العقد أو عقد ونصف هذه المدة جعلت من الأدباء المسلمين يثروا هذا المنهج بكتاباتهم بأشعارهم بقصائدهم بتوجهاتهم تبلور لهذا المذهب الأدبي تبلورت فكرته وأخذ مساره بين المذاهب الأدبية نعم كتبه نجيب القيلاني في عام 63 الإسلامية والمذاهب الأدبية تبعه كاتب عراقي إسلامي معروف وهو لا يزال حاضرا بيننا أنه الدكتور عماد الدين خليل نعم وهو موسوع حقيقة نحن قبل أن ننتقل إلى العراق وموضوع العراق والأدب الإسلامي في العراق بدي أن نطلع أكثر على خصائص هذا الأدب كيف نميز أن هذا الأدب الإسلامي أو هل كل ما يكتب في مدح رسول مثلاً أو آل بيته أو صحابته أو كل ما يرد مثلاً في يعني كل ما تمر قصيدة مثلاً أو أدب معين يعني على ما يخص الإسلام وتاريخ الإسلام يمكن أن يصنف أدباً إسلامياً بدي أن نطلع على خصائص هذا الأدب حقيقة أنا فقط لاستكمال للفكرة نعم مسألة النشأة ومسألة الكتابات عن هذا الأدب لا أقصد بدكتور عماد الدين خليل كقامة من قامات الأدب الإسلامي المعنية بالعراق لكن أقصد هنا في كتابة في النقد الإسلامي المعاصر في عام 1974 أصدر كتاباً في النقد الإسلامي المعاصر هذه المرحلة من 1961 إلى 1974 عفواً تجدها وضعت مصطلح الأدب الإسلامي على السكة الصحيحة نعم ولذلك نجد بعد هذه الدراسات بعد هذه الطروحات نجد أن للدارس لهذا الميدان في ميدان الأدب الإسلامي يتلمس خصائص تميزه أو تفارقه عن غيره من الأدب نعم أول الخصائص أنه أدب غائي نعم بمعنى أن هنا تطرح مسألة الفن للفن أم الفن للحياة نعم هل يعني أدب له غاية معينة له غاية له غاية محددة يعني لا يكتب الكاتب المسلم نصاً عبثياً أو عشوائياً أو ما يخطر على باله ويكتب ما شاء له لا يجب أن يكون المنطلق واضح وأن يكون النص منضبط بضوابط الإسلام وأن تكون الغاية معروفة لهذا الأدب وهو أدب أصيل بأصالة الإسلام وثابت وراسخ بثبوت ورسوخ ثوابت الإسلام المتمكنة من عقلية الأديب المسلم بحيث يستطيع أن يصوغ نصاً يعبر به عن فكرته يعني لماذا يميز الأديب أنه هذا أديب إسلامي عن غيره من الأدباء أو عن غيره مثلاً شاعر إسلامي وشاعر آخر نطلق عليه الوصف فقط لأن نقول شاعر الشاعر الإسلامي هو الشاعر المعني بنقل تصور وضوابط هذه الفكرة من خلال شعره ويلتزم بهذا الأمر يعني لا يسوح في كل غرض من أغراض الشعر يعني من كتب قصيدة واحدة أو قصيدتين في هذا المجال لا يمكن أن يسمى أديباً إسلامياً يجب أن يكرس كل شعره وأدبه للإسلام حتى يسمى أديباً إسلامياً تمام الوصف كأديب إسلامي يجب أن تكون مسيرته كاملة مخصصة لهذا الميدان وهذا الأمر موجود في ساحات الأدبية يعني مثلاً عندك سارتر الكتاب الوجوديين وما إلى ذلك لما قال أنا تبدأ حريتي بموت الإله وكتب هذه النصوص ثم جاء من بعده كثير من الأدباء وصفوا بالأدب الوجودي أو مثلاً الأدب فيما يخص الفكرة أو المعتقد الشيوعي أو الرئيس مالي أو الإسلامي يعني هذا الحديث بشكل عام عن مذاهب الأدب هذا يسمى عندما يأخذ صبغة معينة يأخذ صبغة فلا تجد مثلاً شاعراً شيوعياً يرثي مثلاً أحد أصدقاء ويطلب له الجنة ويطلب له الثواب لأنها تتنافى مع عقيدته هو يمكن أفضل وصف أو أنسب وصف لهم أن يقول تنعم روحه بالسلام لكن لا تجد هذا بالنسبة للأدب الإسلامي يجب أن يكون منضبط بضوابط الشرع ومنضبط بالتصور الإسلامي للكون للحياة لما بعد هذه الحياة للجنة للنار للأشياء السلبية الموجودة في المجتمع نعم كيف يكون النص ملتزماً بضوابط الشرعية يعني هل يبتعد عن الغزل مثلاً يبتعد عن الهجاء يبتعد عن كذا كيف يريد أن نوضح نعم الغزل ليس بعمومه طبعاً ممنوع بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرم كعب بن مالك بالبردة كعب بن زهير كعب بن زهير وعطاه البردة وكانت بدايتها بانت سعاد فقلبي اليوم متبوله متيم إفرها لم يفد مكبول بدأ بالغزل بدأ بالغزل أو النسيب مثل ما يعرف لكن هو ذكر اسم امرأة وتغزل بها وأظهر لوعته لكن بما لا يخدش الحياة هناك غزل ممنوع وهو يعني يعرف في الساحات الأدبية الغزل المكشوف أو الأدب المكشوف الذي يدخل إلى مساحات ممنوعة فيصفها وهذه طبعاً من ضمن الظواهر الموجودة وين كانت هي ليست في موضوع الحلقة تجد أن أكثر الروايات الآن تضيف مثل هذه الإشكاليات يعني مساء الزنا مساء الغرام الممنوع مساء أخرى ممنوعة لاستجلاب ذوق القارئ نعم كاب نزول هنا التزم فقط في الجمال الظاهر في الجمال الظاهر تغزل بالعين تغزل بالجمال الظاهر تحدث عن الحزن والفراق إذن هذا لا يخل بالضوابط الشرعيين لا يخل بالضوابط الشرعيين أو حتى أن مسألة الهجاء أو الذنب حتى الأدب المسلم لما يكون عنده أعداء وخصوم بدليل أنه حسان بن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هجهم وروح القدس معك فإذن المساحة مفتوحة سواء كان للغزل بأسلوب راقي ظهار الجمال للوصف بأسلوب راقي منضبط بضوابط الشرع القصد بضوابط الشرع أن لا تدخل مساحة محرمة أن لا تذكر أحداً أو تصف علاقة مع أحد ومما لا يرضاه الله نعم يعني الآن يمكن أن نصنف حسان بن ثابت هو كابن الزهير بن أبي سلمة أو سلمة كما يقال أنا أميل إلى سلمة أكثر من سلمة لكن يقال أن سلمة كان العربي يقولون سلمة المهم يعني يمكن تصنيفهم على أنهم أدباء إسلاميين طبعاً في تلك المرحلة لم يكن مصنف هذا المسلمة هو شعر وشعر هم مصنفين بحسب المرحلة نعم أو الحقبة شعراء صدر الإسلام نعم وقد كان أثر الانضباط بضوابط الشرع نعم على شعرهم هناك شيء من الضعف نعم لأن الشاعر من الانفتاح على الآفاق إلى الانغلاق ضمن هذا يجوز وهذا لا يجوز ضمن الشروط وضمن ضمن الشروط والآداء نعم فتجد أن بعض أشعارهم كانت ضعيفة وهذا ما يؤشر أو مباشرة بشكل مباشر سنتحدث عن هذا الموضوع موضوع مباشر مدني نتحدث عن الأدب الإسلامي في العراق وهو موضوع هذه الحلقة متى ظهر الأدب الإسلامي في العراق ومن هو أول من سار في هذا المذهب من أدباء العراق حقيقة إذا ذكرنا الأدب الإسلامي أو الشعراء الإسلاميين في العراق فعلى رأسهم يكون الشاعر وليد الأعظمي رحمه الله وهو من مواليد الثلاثينات القرن الماضي وبدأ بنظم الشعر عام 1945 لوفاة الشاعر العراق معروف الرصافي فكتب أول قصيدة وهو منه 15 عاما يعني كان يصحح حاله خاله مولود مخلص بعد ذلك هو أن خرط في مسألة الدروس العلمية الفقه التربية الإسلامية الخالصة المنضبطة بضوابط الشر وظف الشاعر وليد الأعظمي وظف هذه الفكرة من خلال أشعاره ودواوينه التي أصدرها الأدب الإسلامي في العراق حاله حال أي أدب آخر في المنطقة يعني بمعنى أن في أربعينات أو خمسينات القرن الماضي لما أطلقها أبو الحسن علي حسن الندوي هذه الفكرة كان موجود أيضا وليد الأعظمي ومحمود شيد خطاب لكن في تلك الفترة لم يصنف على أن هذا أدب إسلامي يعني وليد الأعظمي سار في هذا الخط من منطلق البيئة التي يعيش فيها من منطلق ثقافته من منطلق تديونه سار في هذا الخط لكن لم يصنف في تلك الفترة هكذا أفهم صنف صنف بأول ديوان أصدره نعم أول ديوان الشعاع نعم هو صنف كشاعر إسلامي وقرض له كثير من العلماء وذكروه لكن لم يأخذ حظه في الانتشار على طريقتنا نحن العراقيين مضلومون من ناحية الإعلامية التسويقية وما إلى ذلك إذن نستطيع أن نقول أن أول من برز اسمه مع هذا المنهج مع هذا المذهب هو وليد الأعظمي هو وليد الأعظمي نعم ودي أن يعني إذا أمكن نسمع نماذج من شعره أي تمام نعم وليد الأعظمي يمكن أفضل مثال نعم لتوظيف الفكرة يعني وهنا نذكرها لا من باب التبني وإنما من باب الدراسة والبحث يعني تجد أن مقطوعة يتناقلها المنخرطون في تياره نعم مثلا يقول هذه دعاء مدعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان هو يقول هذه غصيتة نعم هذه المقطوعة تجدها يعني منبثة ومحفوظة لدى المنتبين لهذا التيار نعم لماذا؟ لأنه جمع كل أهداف وغايات هذا المنهج من خلال هذه المقطوعة فجعلها في أربع خمس أبيات نقلت الفكرة نعم وصورت ما هو يعمل عليه فيقول مثلا هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسرار والإعلان الله غايتنا من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن وزعيم دعوتنا الرسول وما لنا غير الرسول محمد من ثاني دستورنا القرآن وهو منزل والعدل كل العدل في القرآن هذه المقطوعة مثال واضح جدا على منهجية الشاعر المسلم أو الأديب المسلم بتوظيف الفكرة بشكل صياغتها على منتج أدبي مؤثر في المجتمع ومؤثر في الشعر المسلم مثلا يكتب عن وصفة للقرآن وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي يعني بمعنى أن القرآن والنبي هذه قصيدة أخرى من ديوان الزوابع الذي أصدره يعني بعد الشعاع نعم بعد ديوان الشعاع وأخذ يعني انتشارا واسعا سواء كان عراقيا أو عربيا نعم الناس فيه على السواء جميعهم لا فض فيه لأبيض أو أسود إلا بتقوى الله وهي كرامة للناس لم تحصر ولم تتحدد ما حيلة الأنوار شع عسناؤها إن لم ترى الأنوار عين الأرمد هذه يصف بها المنهج الإسلامي أو الدين الإسلامي الذي هو آمن به القرآن النبي صلى الله عليه وسلم النظام المنبثق عن هذا الدين كل هذا يصورها بهذه المقطوعة الجميلة بحيث أنه يؤثر في سامعيه من المنتمين إليه أو حتى يعرف بهويته إلى غير المنتمين معذرة تنسونك من بعد الفاصل زهر معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات تضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والصحفي حارث الأزدي موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأدب الإسلامي في العراق أعود إلى إكسار حارث كنا نتحدث عن ولد الأعظمي نعم وسمعنا نماذج طيبة من كتاباتي وشعره يعني وليد أو أفهم من خلال حديثك طالما أنه حمل هذا العنوان أنه لم يكتب في لون آخر يعني هل اقتصر فقط شعره على ما يحص الإسلام نشر الدعوة يعني في هذا الفضاء فقط أم انتقل إلى مثلا هناك من يكتب كما كتب الآخرون في الوطن يعني في رثاء مثلا يعني لم يعرف لي وليد العظمي قصائد أخرى ولون آخر غير هذا اللون لا لا هو يكتب عن الوطن ويكتب في الرثاء ويكتب في كل أغراض الشعر عدى التي لا تتناسب مع توجهه نعم وهو كاتب حقيقة كاتب إسلامي له ثمانية عشر مؤلفا نثريا نعم تنوعت ما بين السيرة وما بين التراجم وما بين خطاطي بغداد ما بين الرسول في قلوب أصحابه يعني السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كل هذه دخلها الشاعر وليد العظمي رحمه الله نعم إضافة إلى دواوينه التي أصدرها نعم وظف هو عاش حياته في إطار هذه الفكرة نعم وفي إطار ما يتنائم مع هذه الفكرة فلذلك لا تجد في أشعاره باع يعني لا يرضاه الإسلام أو لا يرضاه الدين نعم محمود شيد خطاب الضابط والشاعر الذي شاركه في مركة جنين عام ثمانية وأربعين ضد الأصابات الصهيونية مع يعني أخوانه الجيش العراقي في تلك الفترة في تلك المهارك معروف أنه هو شاعر وكاتب وأصدر يعني ما يفوق المئة كتاب نعم في الغالب يتحدث عن يعني في مجال الدعوة الإسلام في مجال الأكاديمي العسكري نعم يعني يعني أسس المجمع اللغوي الذي يعرب المصطلحات العسكرية يعني محمود شيد خطاب هل يمكن هو كتب طبعا في مجال أيضا في مجال في الدعوة الإسلام وكتب في ميدان الوطن هل يمكن أن يصنف أيضا محمود شيد خطاب على أنه أديب أو شاعر إسلامي بالتأكيد محمود شيد خطاب قام أدبية إسلامية خاصة بالعراقيين يفتخر به العراقيون على شتى الصعود كقائد عسكري له استراتيجية كبيرة وهو أول من يعني تنبأ باليوم الذي ستهجم فيه إسرائيل على في فلسطين في سنة السبعة وستين في خمسة حزيران تنبأ بهذا الأمر وهذا الأمر يعني نشر في جريدة العرب العراقية في يوم واحد حزيران سبعة وستين قبل خمسة أيام هو أصدر يعني صرح بهذا التصريح وحتى أن الإسرائيليين نعم والأعدائي قالوا أن هذه العقلية الاستراتيجية لا يوجد منها في العرب نعم بماذا لا يأخذ العرب بهذا هذا التنبيه وهذا التنبأ ربما يعني من من صياط الجد أن نقول أن العرب لا يقرأون نعم أو إذا قرأوا لا يطبقون يعني أو مطربة الحي لا تطرب نعم وما إلى ذلك أما مسألة الدراسة إذن محمد شيخ خطاب أيضا يصنف هو أن عم أديب إسلامي دخل ميدان القصة نعم القصة الدعوية القصة الموجهة للنشأ نعم القصة التي تستدعي التاريخ وتوظفه بطريقة سلسة يفهمها الطفل الناشئ الذي تريد أن تربيه على مبادئ الإسلام أو يقتنص من الحياة ما يجد من أحداث ومجريات ثم يوظفها في إطار النصيحة الإسلامية كتب ما يقرب من 120 مؤلفا وهو كاتب إسلامي كبير حقيقة كتب في المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم نعم وهو عضو لمجامع علمية سواء كانت في القاهرة أو في العراق وفي غيره من البلدان كان يستشار كثيرا في المسائل اللغوية ومسائل التعريب حتى على مستوى تعريب المصطلحات في الجيش العراقي الرهط الحضيرة وما إلى ذلك كل هذه وضعها أستاذنا الكبير رحمه الله محمود شيد خطاب نعم وكتب أيضا بالشعر ربما أفضل نقطة ننطلق منها هي مسألة جدته التي تولت تربيته وهذه في عموم حياتنا نجد أن الجدات معنية بنقل موروث هذه الأمة يعني جيل يعلم جيل آخر من خلال القصص من خلال الحكاية من خلال التوجيه فهي وجهته إلى القرآن زرعت في قلبه حب القرآن وحب العلم والتعلم وقد رثاها أيضا بأبيات جميلة جدا ممكن أنه نقرأها بعدما نقرأ قصيدة الجميلة في جنين نعم هي أشهر القصاعد طبعا أشهر قصاعد هو لأنه معروف ككاتب نثري نعم القارئ عراقي خاصة أكثر ما يرد عندما يرد اسم محمود شيط قطاب ترد هذه القصيدة نعم لذاكرة القارئ وكتاب عدالة السماء نعم يعني تدابير القدر وعدالة السماء أورد قصص حقيقية من الواقع العراقي والعربي في هذا الكتاب نعم كيف أنه عدالة السماء يعني 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 تطبق على الأرض في قصص حقيقية هو عاشها أو عاشها من هو قريب قريب له لأنه يتحدث عن قصيدة جنين كيف قصيدة جنين كيف كتبت والظروف التي تحيط فيها في تلك الفترة قصيدة جنين ألقيت سنة 48 بعد مشاركة الجيش العراقي في هذه المعركة معركة جنين وهي كانت معركة حاسمة انتصر فيها العرب على عصابات الصهاينة والهاجانة وفي حفل وداع الجيش العراقي أيضا من ضمن الأمور التي تذكر في هذا الحفل أن القائد القوة العراقية عمر علي عمر علي كان في ذلك وقف مشيدا بقتال أهل الجنين فقال ما تعلمناه في الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية لأكثر من سنتين تعلمه وأجاده أهل جنين في مقاومتهم للعدوان وألقى القصيدة محبوط شيد خطاب بحق أهل الجنين وكان هناك تفاعلا كبيرا مع هذه القصيدة وربما يعني بعض الباحثين يحدد هذه النقطة أنها المنطلق الذي واءمة أو توأمة ما بين العراقي والفلسطيني لذلك تجد هذا الحب والتمازج بين العراقيين والفلسطينيين بالرؤية بالأدب بالشجاعة كلها هذه موجودة من نقطة جنين نعم وتركوا قبورهم هناك شاهدا على الموقف لا تزال و لا تزال حتى الآن المواقع و مواقع التواصل الاجتماعي معنية في كل ذكرى للجيش العراقي السابق تجد أن هذه القبور تكون حاضرة نعم في المشهد لأنها تمثل للعراقيين موروث يعتزون به نعم وهو دافع لهم أن شهادة لا تقبل الطمس نعم نعم على الموقف المشهد يقول محمود شيخ خطاب هذه قبور الخالدين فقد قضوا شهداء حتى ينقذ الأوطان قد جاهدوا الأعداء حتى استشهدوا ماتوا بساحات الوغى شجعانا ماتوا دفاعا عن حياظا دنست بأحط خلق الله في دنيانا أجنين أنك قد شهدت جهادنا وعلمت كيف تساقطت قتلانا ورأيت معركة يفوز بنصرها جيش العراق وتهزم الهاجانا أجنين يا بلد الكرام تجلدي ما مات ثأر ضرجته دمانا لا تأمني غدر اليهود بعيدنا جولوا على لؤم الطباع زمانا أجنين لا ننسى البطولة حية لبنيك حتى نرتدي الأكفانا إني لأشهد أن أهلك كافح غزو اليهود وصارعوا العدوان فإذا بكيت فلست أول صار من بهضته أعباء الجهاد فلانا المجد للبلد المناظر صابرا حتى ولو ذاق الردا ألوانا المسجد الأقصى ينادي أمة تركته أضعف ما يكون مكانا إني لا أعلم أن دين محمد لا يرتضي للمسلمين هوانا مرجو بن عامر ضرجته دماؤنا أيكون ملكا لليهود مهانا لا تعذلوا جيش العراق وأهله بل واكموا ليست سوى بلوانا إن السنان يكون عند مكبل بالقيد في رجليه ليس سنانا المخلصون تسربلوا بقبورهم والخائنون تسنموا البنيانا إن الخلود لمن يموت مجاهدا ليس الخلود لمن يعيش جبانا جميل جميل رائعة حقيقة نعم يعني تنم عن شاعرية وتنم عن صدق وتوظف كل ثوابت هذا الدين وثوابت الرجولة وثوابت الشجاعة وثوابت مناهضة العدو تجدها في هذه القصيدة مع أنه لا يصنف كشاعر نعم اقترنا الحرف مع الدم في تخليد الموقف في القول والفعل هذه القصيدة نعم يمكن أن تصنف على أنها أدب إسلامي نعم أنها أدب إسلامي ليس فيها أي خارق لضوابة الإسلام نعم يعني أنت تعرف أن من قتل دون أرضه فهو شهيد نعم فالإسلام لا يعني بأن هي ضوابط الإسلام نعم هي ضوابط الإسلام هذه أرضك نعم أنت من تدافع عن أرضك وتدافع عن وطنك فأنت شهيد هذا الموقف تؤجر عليه نعم الممنوع في الأدب الإسلامي هو ما يعني ضبطناه الخارج عن القانون الإسلامي الماجن يعني الماجن نعم نعم مثلاً أن تتعرض إلى عقيدة أخرى نعم أو تضرب ثابت من ثوابط العقيدة الإسلامية هذه لا يجوز نعم أما بقية أمور الحياة هو يتناولها نعم دعني أذكر وفاءاً لهذا الكاتب الكبير نعم يعني قصيدة أو مقطوعة وهي لا تأخذ وقتاً في رثاء جدته يقول أجهدت نفسك فاستريح قليلاً قد كان عبئك في الحياة ثقيلة نزلت عليك مصائب الدنيا ولو نزلت على جبل لخر مهيلة وجد القنوط إلى الرجال سبيله وإليك لم يجد القنوط سبيلاً ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقاً يحادل جيلاً يعني أنت لما تنظر إلى وصفة لموروثه من جدته تجد أنه يعادلها بجيل كامل هذه ما زارعته فيه يعادل هذه من مسؤولية جيل كامل فأثنى عليها بهذه الأبيات الرثائية الجميلة إذا نتحدث عن الصالونات في العراق أو المتديات هل كانت هناك صالونات محددة معينة تحتضن هذا الأدب خاصة أم أنها تحتضن الأدب بشكل عام ويعني يمر هذا الأدب من خلال هذا الطرح العام أكيد طبعاً موجودة الصالونات أو التجمعات ويمكن الجمعيات إذا صح التعبير نقول مثلاً جمعية الشبان المسلمين كانت معنية في مسألة إقامة المهرجانات وإقامة الندوات بحسب المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون كأن تكون مثلاً غزوة بدر أو مثلاً رمضان أو الأعياد وفتح مكة وما إلى ذلك الهجرة النبوية الشريفة كل هذه مناسبات ينطلق من خلالها الشعراء الإسلاميون بكتابة قصائدهم وإلقاها على الناس إضافة إلى أن المجالس العلمية المجالس التي تكون في المساجد يعني مثلاً شاعر وليد الأعظمي درس على يد أكبر علماء العراق يعني بدءاً من وصولاً إلى أمجد الزهاوي كان يجلس في مجلسه ويتعلم منه العلم وكان يسمعه هذه القصائد نعم هل تأثر الأدب الإسلامي بموجة ما يسمى الحداثة التجديد أم بقية محافظة على القوالب أو السمى أو الشكل الذي ورث عن الأدب الجاهلي وما أعقب صدر الإسلام ومراحل الدولة الإسلامية هو أستاذ محمد يعني أننا شاعر وتعرف الساحة الأجابية مسألة التأثر والتأثير موجودة لكن من سمات الأدب الإسلامي وصفاته أنه يكون ثابت وراسخ ملتزم بضوابط الإسلام حتى مسألة إنه المباشرة والغموض يعني هل من النص يفترض أن يكون غامضا يعني سرياليا يعني ممزوجا بالأساطير غير المفهومة هل مطلوب من النص أن يكون غير مفهوم طيب ما القرآن لما يقول عنه الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كتاب فصلت آياته يعني القرآن وهو رسالة رب العالمين إلى الناس تكون واضحة طبعا ليست واضحة لكل أحد لا بد أن يكون هناك علماء ومفسرون يشرحون هذا النص لكنها واضحة بمنطلقاتها وأهدافها وطريقة معالجتها الأدب اليوم مثلا موجة الحداثية هي مسألة الإيغال في الغموض وكلما أوغل الشاعر في الغموض ربما تجد نصا إذا سألت الشاعر نفسه عن مراده يمكن لا يستطيع لا يعرف ماذا لا يعرف ماذا يريد يعني لست في وارد مهاجمتهم لكن أقول أن مثل هذا الغموض شيء من العبثية كما أن المباشرة بالنص بجملة مفيدة مثلا ذهب الولد إلى السوق هذه طبعا لا تعب من الأدب نعم يتهم طبعا الأدب الإسلامي أو بعض يعني بعض مذاهب الأدب خاصة ممن يتمسك باللون القديم يتمسك بثوابت القصيدة لا سيما القصيدة العمودية لأنه يتهم ومنها الأدب الإسلامي بالمباشرة نعم يعني ما رأيه المباشرة طبعا المباشرة ضعف نعم الأدب الإسلامي يوازن ما بين الشكل والمضمون نعم يعني ليس كل قصيدة جميلة منمقة فيها تراكيب فنية تراكيب صورة يجسدها هذا الشاعر لكنها خالية من المضمون لا تعد من الأدب في شيء وكذلك مسألة الفكرة الفكرة الكبيرة أو الفكرة الجميلة أو الفكرة الواضحة لما تكون في قالب مهترق نعم قالب ركيك قالب لم يعتمد الأساليب البلاغية في التعبير على الفكرة أيضا يضرب الفكرة لا ينفعها الأدب الإسلامي معني في هذا الواضح أنا قرأت لك نصوص من وليد الأعظمي وكذلك محمود شيخ خطاب تجد فيها لا تجد فيها هذه المباشرة التي توصف وهي أكثر ما توصف من قبل الناس المهاجمين لهذا المصطلح فقط لأنه اتجاه في هذا الاتجاه وهنا يطرح المدافعون عن هذا الأدب الإسلامي أن كل فكرة في الكون أو كل عقيدة ينبثق عنها نظام تجد لها آداب يعني أنت تقبل من العقيدة الشيوعية التي قالت لا إله والحياة ما أنت أدب في هذا الميدان كيف لا تقبل من العقيدة الإسلامية التي جاءت لإنقاذ الكون ومن رب العالمين أن لا يكون لها أدب يميزها كل الأفكار لا بد أن تكون لها هذه الآداب لتسويق الفكرة على أن لا تكون أشبه بالنشر الحزبية نعم والقالب الجامد والقالب الجامد هناك أحزاب أو تجمعات ينبغ لديها من يستطيع النظم فيوجهونه بهذا الاتجاه فتجد كتل كلامية أو كتل من المصفوفات ليس فيها روح ولا تعبر عن الفكرة مجرد هي عملية توثيق لرؤية هذا التوجه أو ذاك نعم شكرا لك الشاعر والصحفي حارث الأزدي على هذا الحوار الممتع حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم أزاني مشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة